أعلنت روسيا حالة الطوارئ في العاصمة موسكو والمناطق المحيطة بها بعد سيطرة مجموعة فاغنر على مواقع عسكرية روسية في مدينة روستوف وصف الرئيس الروسي بلاديمير بوتين في خطاب له أن ما قامت به المجموعة هو محاولة لزعزعة الاستقرار في روسيا متوعدا باتخاذ الإجراءات الأمنية وتعزيز التنابير الرقابية لاستعادة السيطرة على مدينة روستوف الواقعة جنوبية روسيا وأكد بوتين على ضرورة نبذ أي خلاف في الوقت الذي تنفذ فيه القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا